أكثر من 30 ألف برميل يوميا تتدفق إلى إيران رغم فرض العقوبات الأمريكية عليها الطريق الرابط بين كاركوك والسليمانية التابع لإقليم كردستان العراق يعج ليلا بناقلات نفط تهرب نفط كاركوك إلى إيران السرقة تتم ليلا لكنها ليست سرية إذ لا يمكن إتمام صفقات مرور نواقل بسعة 36 ألف لتر دون التعاون وتنسيق بين أجهات حكومية العراقية ومنتفعين في حكومة إقليم كردستان شبكة من المافيا النفطية ومن كافة مجالات العمل التجاري والصناعي لا يوجد قرارات لا برمان لا رئيس الجراء لا مد الجراء ليس له قدرة على منع هذه التهريب النفط أو غير مواد أخرى نفط حقول كاركوك مر بأنابيب تقع في مناطق سيطرة القوات الحكومية العراقية وصولا إلى مناطق سيطرة قوات البشمرقة الكردية ويستغل المهربون المنطقة ما بين القوتين ويسرقون النفط عن طريق ثقب الأنابيب وتعبئة النفط في حفر جهزها مسبقا ليتم تفريغها لاحقا في صهاري جتتجه إلى إيران مرورا بحواجز لقوات البشمرقة دون أن يتم إيقافها مسألة التهريب هي مرتبطة بالفساد ومعروف أن العراق يأتي في المرتبة الأخيرة في تصنيف الدول التي ينتشر فيها الفساد بمعنى الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة ومن ضمنها تهريب النفط التي لا يمكن وقفه بهذه الآليات وبهذه الصورة من الرقابة وأيضا هناك أطراف متنفذة لها سلطة وسطوة تقوم بعمليات تهريب وما تمكن شرطة كاركوك مسبقا من الوصول إلى أماكن التهريب وكشف الطريق السالكة إلى إيران إلا أن أحزابا موالية لإيران تدخلت لغلق التحقيق وإبقاء الأرقام والمعلومات بحكم المشكك بها أو تحت التحقيق إلى الآن وعليه تبقى خيرات العراق منهوبة ونفطها له وجهة واحدة هي إيران وعوائد لا يستفيد منها الشعب العراقي شيئا في ظل دولة لا تستطيع الحفاظ على خيراتها يبقى نفط كاركوك مهدورا تستفيد منه إيران بينما يحتاج العراق لكل سنت من واردات النفط لينعش اقتصاده المدمر سعدون السلطان أورينت نيوز كاركوك